خمّد عينيك واسترخي حط وعيك لجوة واسمح للنور الإلهي يتخلى لك لا يوصل لقلبك ويضوي قلبك بنور وسلام سبحان الله الرزاق سبحان الله الرحمن سبحان الله الغفور سبحان الله الحق سبحان الله البصير سبحان الله السلام أسماء الله الحسنى هي صفات تحمل بأعماقها ترددات إذا تم تفعيلها رح نرتقي بحياتنا ونحصل على توازن أكتر ما بالك لو استخدمناها هاي الترددات لموازنات منافذ الطاقة أو الشاكرز السبعة الموجودين بجسمنا صباحكم مليء بالطاقة الإيجابية لكل الأشخاص اللي كلمة الطاقة بالنسبة لهم مش مفهومة اليوم رح نوضح بعض الأمور زي ما شفنا في الفيديو أيضا علاقة الطاقة بأسماء الله الحسنى معنا دانا المصري صعد صباحك دانا معالجة بالطاقة ومدربة في تمكين الذات رح تحكينا أكتر عن هالموضوع يصعد صباحك بالطاقة الحلوة صباح الخير وخاصة اليوم كتير حل الطاقة والشمس بتاخد العقل هلأ الطاقة كتير مفهوم الناس كتير عم تلخبط فيه كتير إنه بتفكر إنه هو علم منفصل عننا تماما بس إحنا بشكل عام إحنا طاقة وكل اللي حوالينا طاقة وإحنا أي كلمة أصلا منطلعها هي عبارة عن طاقة فكل إشي حوالينا هو عبارة عن إلو ترددات هاي الترددات إحنا منحس فيها ومنعيشها فعشان هيك منحس بالطاقة السلبية منحس بالطاقة الإيجابية ومنحس بكل هاي الأمور في حياتنا نعم دانا يعني النظرية اللي أنت ابتكرتيها فعليا أنت حضرتك ابتكرتي هاي النظرية اللي هي منافذ الطاقة المتعلقة بأسماء الله الحسنى يعني حكي لنا شوي عن هاي النظرية بتحكي إنه نحن طاقتنا أو منافذ طاقتنا متعلقة بأسماء الله الحسنى فشو هي هاي النظرية؟ أوكي أول شي بنا نعرف أشي يعني منافذ طاقة بالجسم نعم نحن الجسم تبعنا مكون من ثلاث أجسام أصلا يعني إحنا مو بس جسم مادي عضوي يعني إحنا مو بس خلايا وعضام وعضلات وهيك احنا بالضبط عبارة عن ثلاث أجسام الجسم العضوي الجسم العاطفي اللي هو المشاعر والأفكار وعننا الجسم الطاقي اللي هو المرتبط بطاقة الكون اللي هي الروح تمام وهدول الأجسام الثلاثة للأسف احنا دايماً منهتم بالجسمين الأولانيين الجسم الأول عن طريق العناية بالجسم بشكل عام الأغذاء الرياضة الجسم العاطفي منهتم فيه عن طريق الطاقة الإيجابية ونحاول إنه نعمل أشياء بتبسطنا نحاول نشوف شو عم بيصير معنا من ناحية السايكولوجي والأفكار اللي بيشتغل فيها التنمية البشرية بس إحنا كتير مننسى الجسم الطاقي اللي هو الروح غذاء الروح اللي هو الترددات اللي إحنا عم نستقبلها كل يوم وهذا الجسم الروحي إله منافذ وهاي المنافذ اكتشفها العلم القديم من قبل ثلاث ألاف من أول الفراعنة تقريباً أول ناس حكوا بهذا الموضوع اللي هو كانوا ما يعرفوا إنه فيه إشي اسمه غدد الغدد الصماء بجسمنا هاي الغدد الصماء هي إلها مراكز بجسمنا هما سبع مراكز هذول المراكز عشان أحكيكم إيها بمختصر هما عندهم أنيرجي كتير عالية بتستقبل وبترسل أنيرجي نسميها تشاكرز أو منفذ طاقة هي عبارة عن دولاء من الضوء نتيجة الأنيرجي الكتير عالية لأن الغدد هي منطقة حيوية بجسمنا في عنا سبع منافذ بالطاقة المنفذ الأول اللي هو الروت اللي هي منطقة الجذر عند الغدد الكذارية اللي هي الفوق كلوية وهي مسؤولة عن الخوف والإحساس بالأمان بعدين عنا الغدد الثانية اللي هي الغدد التناسلية بجسمنا واللي هي عند منطقة البطن نسميها العقل البطن وهي عند اليابانيين والصينيين بيسموها الكور أو الهارة هي محل ما بتخزن كل الطفولة تبعتنا والمشاعر وبيطلع منها الإبداع بيجي عنا الشاكرة الثالثة عند البنكرياس اللي هي الإنجاز الثقة واللي هي الحكم على الذات بيجي عنا القلب عند الغدد الزعترية اللي هي مسؤولة عن الحب العطاء الأمان ومناعة الإنسان بعدين تيجي عنا اللي هون الغدد الدرقية التعبير عن الذات كيف إحنا بنعبر عن حالنا؟ هل إحنا بنحكي حقيقتنا أو لا؟ بعدين بيجي عنا الغدد السنوبرية اللي هي مسؤولة عن العين الثالثة هاي زي كل حدا نفسه يفتح العين الثالثة وينتقل للعوالم الأخرى ويحاول يشوف شخصيات الناس الثانين نعم بعدين بيجي عنا الكراون أو الغدد النخامية اللي هي التواصل والتدبر والتعقل بالحياة وأسئلة الوجود وهل أنا هون موجود لسبب أو لا؟ نعم فهذه كثير مربوطة بلما أنا عملت دراسات كثير عالية درست أسماء الله الحسنة بشكل كثير يعني معمق لأنه لقيت إنه كل اسم هو مش اسم هو صفة نعم أوكي وإلها تردد معين وهاي الصفة لما ربطت معاني أسماء الله الحسنة وتردداتها بنفس ترددات التشاكرات تبعتنا أو منافذ الطاقة تبعتنا فلقيت فيه ارتباط كتير كبير حلو كيف بدنا نفعلها يعني كيف بدنا نطبق إنه منافذ الطاقة اللي حكيتي عنها ومراكز الطاقة مع أسماء الله الحسنة يعني بشكل يومي وعملي كثير سؤال حلو كثير مهم لأنه حلو الواحد يعرف عنهم أول شي حلو نعرف شو معاني الأسماء أصلاً يعني الصفات الأسماء الله الحسنة هي صفات أو أفعال أنا بسمهم أفعال أحياناً نعم مثل الحكيم الرزاق الوحاب الرحمن الرحيم هدول كل ياتهم لما نعرف أول شي لثلاث أشياء نعرف معانيهم شو هي الشغلة يعني نتعمق بمعانيهم الشغلة الثانية يصير عنا يقين إنه هاي المعاني أوكي هي إلها ترددات وهي الترددات إنه إذا هذا الاسم موجود يعني إله تردد وإذا إله تردد يعني إله تجلي على الأرض الواقع نعم يعني شو يعني كلمة تجلي يعني منفستيشن يعني إنه أنا إذا آمنت وصار عندي يقين نعم إنه مثلاً اسم الله الرزاق أنا كدانا مثلاً إذا أنا ما بآمن إنه حظي حلو ما بآمن وبعتبر إنه رزقه بعيدة أنا هون بطلت مفعلي هذا الاسم حالو بحياتي نعم يعني اعتبرت إنه آه أوكي أنا بآمن إنه في الله اسمه الرزاق وبدعي يا رب يرطب عنه بس أنا من جوة ما عندي يقين إنه هذا الاشي موجود جواي حالو فالتفعيل بكون عن طريق أو اليقين ومعرفة المعنى والشغلة الثالثة إنه نردد هذا الاسم كتير بحياتنا حتى عقلنا الباطن يبلش إيش يربط الاسم بالفعل نعم عرفتوا كيف؟ نعم فهي ربطها دانا يعني نحن منعرف أسماء الله الحسنى 99 اسم هل هم مرتبطين بمنافذ الطاقة اللي حضرتك حكيتي عنهم يعني هل هناك يعني 99 منفذ نحن يجب أن نفعلهم موجودين فينا أنا ما ربطت 99 لأنه الواحد بيصير إنه يلخبط بس 99 اسم ياس مرتبطين بمنافذ الطاقة بس إحنا أخذنا مجموعة من الأسماء وطبعا الإنسان لما يصير يفهم أكتر يفهم كيف تشتغل منافذ الطاقة ويفهم شو يعني 99 بيصير هو لحاله كرياتيف بقدر يربطهم بس أنا إذا بتحبوا يعني بقدر أحكيكم كل منفذ بالسريع إيش الأسماء يعني بشكل سريع شو الأسماء المرتبطة بكل منفذ من منافذ الطاقة أول منفذ اللي هو حكينا عنه منفذ الروت تشاكرا اللي هي الأمان اليقين إنه عدم التحكم بالمستقبل عدم الخوف من المستقبل الصراع الوجود اللي هو الأساسيات تكوين الأساسيات تبعت الحياة تبعتنا فإسم الله الرزاق الوحاب الحافظ فلما إحنا نحط إيدنا على منطقة الروت اللي هي آخر الظهر من وراء أوكي منحط إيدنا عليها ونبلش نحكي سبحان الله الرزاق أو ممكن الرزاق نغمد عينينا ونحس بأنه الطاقة كأنها ضو عم بيفوت على هذا المحل طبعا هذا لحاله ما بيزبط لازم كمان نكون عنا يقين ونبلش نفعل هذا الأساسيات بحياة النهاية تاعت الأشياء اللي هي الإيمان في النهاية صح؟ أكزاك لي مية بالمية مية بالمية لأنه شوفوا أقولكم شغلية الإنسان ما في حدا كل إش ينفعل بحياته فالحلو الزكاء بالموضوع أنت تشوف وين المحلات اللي فيها بلوك بحياتي هاي المحلات اللي فيها بلوك بحياتي أشوف مثلا أنا رزقتي الحمد لله ماشية بس أنا عم بحس حالي أنه عم بحس أنه الدنيا ما فيها لطف بس نعم بحس أنه في ظلم بالحياة فبروح بتذكر إيش براجع اسمها الله الحسنة بشوف طيب أنا إذا مم آمن أنه فيه لطف إذن أنا عندي هاي الثاني شاكرة اللي هي المنطقة الرحمة فبروح إيش بعمل بفعل اسم الله اللطيف اسم الله الرحمن اسم الله الحي نعم نعم يعني هو بالضبط اللي عم تحكي ده أنا واللي علق عليه هيثم أنه فيه ناس خلاص مؤمنين بربنا مؤمنين أن القادم رح يكون للخير ولكن فيه ناس لما نحكي لهم أنه فيه طاقة سلبية وطاقة إيجابية بيحكوا لك هذا مش موجود مش حاسين فيه فأنت اللي عم تحكي أمور تطبيقية نجربها بحياتنا اليومية كيف منقدر نفعل هذه الطاقة ونلمس النتيجة طبعا يعني هي كلياتها عبارة عن إيمان لأنه يعني الدين الإسلامي أو يعني بشكل عام الأديان بشكل عام أعطتنا مفاتيح أوكي وهي المفاتيح لقلنا إحنا عشان تحكي مع الروح تبعتنا نحنا وهي المفاتيح اللي هي 99 اسم لأنها إذا طلعنا على 99 اسم هدولة هم بيشكلوا كل جزء من أجزاء الهوية تبعتنا نعم وكل إشي بحياتنا هم بيغطوا كل إشي بحياتنا فإحنا إذا طلعنا وين المحلات اللي ما فيها بالانس أو ما فيها توازن إحنا هون منقدر نفعل هذا الاسم عن طريق يا الإيمان المطلق فيها وهذا الإيمان كيف بيجي يا بي إيمان أريدي أنا عندي يا أو مثلا على سبيل المثال أنه أنا بدي أفعل اسم الله لطيف أنا أبدأ أطبق اللطف بحياتي حتى لو أنا مش مآمنة فيه أبدأ أكون لطيفة مع الأخشحاص صحيح هون كأني عايش عم بعمل عم بفت بدي أجذب اللي بفتح عنه آه بيصير ترددي بالضبط عم بيمشي ومتوازن مع تردد اسم الله اللطيف صحيح اللي بحكي فيها فهي تقمص يعني تقمص للصفات كثير في من في يعني خليني أحكي من المذاهب الدينية المتصوفة نوعا ما بكلها يعني تحاول التقليد صفة صفة من صفات الله تعالى أو تقمص صفة من صفات الله تعالى بحياتنا اليومية لأنه هاي الصفات هي فعليا أبواب الإيمان يعني هاي الصفات أنه أنا لما أحس برحمة ربنا بحاول إنه أنا أتقمص من هاي الصفة وأكون رحيم في الدنيا وبالآخر بأعتقد هذا هو مغزى الدين يعني إحنا حديثنا مش ديني ولكن هو يعني تطبيق للحياة تطبيق في الحياة طبعا لأنه إحنا زي ما حكيت لك أول الأعداء إحنا ما منقدر نفصل الجسم المادي عن الجسم الروحي عن الجسم العاطفي بس اللي بيصير إحنا نفصل اللي بيصير إحنا منركز على الجسد بإحتياجاته البيولوجية ومنركز على الجسد بالمشاعر ومننسى كيف ممكن نغذي الجهتين ونغذي حياتنا بشكل أفضل نشكرك دهنا مصري يعطيك ألف عافية شكرا لحضور اشتركوا في القناة شكرا لحضور شكرا